كما اجتمع دولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة وجرى في بداية الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات زيارة الدولة الرسمية الميمونة لجدلة الملك المفادة لجمهورية باكستان في مارس الماضية كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات مجال التعاون في قطاع الطاقة وخاصة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم في مجال الطاقة التي تم توقعها سابقا بين الطرفين ضمن زيارة جلالة الملك المفادة كما استعرض الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الطاقة موضحا رئيس الوزراء الباكستاني أن تلك الفرص في قطاعات الغاز والكهرباء مشجعة جدا وفي هذا الشأن تقدم رئيس الوزراء الباكستاني بشكره وعرفانه إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفادة لطرح فكرة إنشاء صندوق تنويل للطاقة يسهم فيه البلدان لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مجالات الطاقة ومنها بناء محطات إنتاج الكهرباء في باكستان وفي ختام اللقاء قدم الوفد الباكستاني مسودة مذكرة تعاون بين الطرفين لمراجعتها وتطويرها فيما يخدم دعم فرص التعاون ودفع عجلة المباحثات الفنية بين البلدين حضر الاجتماع مع وزير الطاقة كل من الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز القابضة والدكتور أحمد الشريان الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز جمهورية باكستان عندها حاجة إلى الكهرباء وتوليد الكهرباء لأن عندهم نقص في كمية الطاقة الكهربائية وحسب ما تفضل دولة رئيس الوزراء يحتاجون في الفترة القصيرة إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات من الكهرباء وكان في مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان في كيفية التعاون في هذا المجال وكذلك في مجالات التدريب ومجالات تبادل الخبرات في أمور تكون مفيدة للطرفين